في الوقت الذي ينشغل فيه متظاهر ثورة تشريين باستذكار المجازر التي ارتكبت ضد أقرانهم قبل نحو عام ومنها مجزرة السينك في بغداد وجسر الزيتون في ذيقار وغيرها من المحافظات على يد الميليشيات الولائية يعود مقتضى الصدر زعيم ميليشيا السرايا ليرلق التهديدات ضد شباب العراق قائلا لهم انصروني ولا تستفزوني ملوحا بقدرته على استخدام العنف ضد من لا ينصع له إذا اقتضى الأمر محمد صالح وزير مقتدى والمروج له ينشر تصريحات جديدة بعد يوم من إعلان الصدر عن شعاره الانتخابي بنكاته الطائفية والذي حمل عنوان نصرة المذهب صالح يقدم مقتدى على أنه الأمل الوحيد لإصلاح ما فسد إذا ما فازت تيار الصدري بأكبر كتلة برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة القادمة وكأن هذا الوزير لم يسمع من قبل باعتراف مقتدى نفسه ألا حكومة تشكلت قبل اليوم إلا بموافقته تلك الحكومات التي أطاحت بالعراق كدولة مستقلة وجعلته على مدى 17 عاماً يتصدر دول العالم من حيث الأكثر فساداً وفشلاً وفق تصنفات مؤسسات دولية كمنظمة الشفافية مقتدى الذي أعلن دعمه للتظاهرات التي انطلقت نهاية عام 2019 في حركة استعراضية اعتادها العراقيون كان يروم منها استغلال تلك الكتلة البشرية التي أرقت خصومه وشركاءه في العملية السياسية بسبب رفضها لنظام المحاصصة الطائفية والداعية لمكافحة الفساد إلا أنه بعد بضع زيارات لإيران انقلب على الثورة وبات ألد أعدائها مستخدماً أنصاره وميليشياته صوتاً لجلد ظهر الثورة التي ركب موجتها واستحصل منها على ما يخدم أجنتته كقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر والمناطق ليتبين أن الرجل يبحث عن السلطان وعن تأسيس عراق الصدريين بذريعة امتلاكه من المؤهلات ما تمكنه من الوقف في وجه الفاسدين دون أن يسميهم ويكشف عنهم حرج القول أن يكونوا ضمن البيت الشيعي الذي دعا قبل أيام لإعادة ترميمه ومعالجة تصدعاته التي أصابته في مقتل بفعل هتافات ما كانت التحالفات الطائفية تظن يوماً أن تسمع صداها حتى خرج من قلب الثورة من قالوا باسم الدين سرقنا اللصوص بسم الدين بسم الدين بسم الدين بسم الدين